مدينة درنا تعيش حصارا خانقا يزيد من استحكام حلقاته كونها جارة لمدن وقرى تقبع تحت سيطرة عملية الكرمة فامر محور الساحل لمجموعة عمليات المختار التابعة لميليشيات الكرمة طلب كافة النقاط الأمنية بمنع إدخال غاز الطهو نهائيا إلى مدينة درنا كما منع سابقا دخول الغذاء والوقود إليها تحت قصف جوي استهدف أحياء سكنية ومرافق حيوية ما أدى إلى تراجع الخدمات بالمدينة غرفة عمليات عمر المختار وكعادتها رغم اختلاف من تأتمر بإمرته توجه التهديدات في صورة كتاب موجه وبحسب الكتاب هذه المرة ومن آمرها حسين إدريس إلى قادة المحاور فإنه خصصت أربع شاحنات وقود كل عشرة أيام فقط للمدينة أهالي درنا نظموا مرارا وتكرارا وقفات احتجاجية للمطالبة بفتح الطريق وإيقاف القصف الجوي الذي تنفذه ميليشيات الكرمة إلى جانب فتح الطريق الرئيسي المعروف بطريق مرتوبة لإدخال شحنات الوقود والغاز إلى المدينة في ظل استمرار حصار المدينة من قبل ميليشيات الكرمة وإغلاق طريق مرتوبة الذي يعد شريانا حيويا للمدينة فالمستشفى الطبي وشركات الخدمات العامة ومؤسسات أخرى توقفت عن العمل وتعثرت عن تقديم خدماتها للمواطنين ولكن على ما يبدو فإن هذه النداءات كانت صيحة في وادي سحيق على الرغم من أن المدينة تتقاسم الأزمات مع المدن الأخرى فلم تكن استثناء من نقص السيولة ولا شبح غلاء الأسعار الذي ألقى بظلاله على المدن الليبية إلا أن ما يزيد الطين بالله هو الحصار الخانق لميليشيات الكرمة على المدينة